برغم الدعاء لولايات المتحدة أنها حليف للثورة بيد أن مواقفها المترددة والهشة تجاه التدخل للروسي الصارخ في سوريا ليست خافية أو مفاجئة كما أن إدارة أوباما وبرغم تواتر تصريحاتها تجاه سياسات الكريملين التصعيدية إلا أن الصمت في الميدان هو سيد الموقف دائما وأبدا كما يقول معارضون لكن ما حكاية التسريب الأخير لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي اعترف فيه صراحة بالعجل والإحباط في مقارعة الروس بل أطلق كيري مفاجأة مدوية بدعوة المعارضة السورية للقبول بانتخابات يشارك فيها الأسد التسجيلات المسربة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز تضمنت حديث كيري مع معارضين سوريين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأظهرت استياء كيري من إدارته التي لم تدعم جهوده الدبلوماسية بحسب زعمه كيري أعرب في حوار دام أربعين دقيقة عن تفهمه لإحباط السوريين من السياسة الأمريكية محاولا إيجاد مبررات لذلك حيث أشار إلى أن بلاده لا تملك مبررا قانونيا لمهاجمة نظام الأسد في الوقت الذي تلقت فيه روسيا دعوة للتدخل من النظام وقال المشكلة هي أن روسيا لا تكترث بالقانون الدولي لكن نحن نفعل الاختلافات داخل إدارة أوباما لم تعد سرا إذ عبر كيري عن عدم اتفاقه مع بعض قرارات أوباما السياسية مشيرا إلى أن الكونغرس لن يوافق البتة على استخدام القوة وبحسب ما نقل أحد الحاضرين فقد أبلغ كيري المعارضة بأن عليها أن تقاتل من أجل واشنطن في إشارة إلى محاربة التنظيمات الإسلامية فيما اعتبر كيري أن حزب الله والميليشيات الشيعية لا تخطط ضد واشنطن وبالتالي ليست في قائمة الأعداء وعلى أي حال يرى معارضون أن التناقضات الأمريكية ليست مفاجئة لهم وإن كانت واشنطن لا تزال تدعي دعمها للثورة إلا أن كل الوقائع والتجارب تثبت بطلان ذلك الإدعاء وما تسريبات كيري فيما إدارته قاب قوسين أو أدنى من مغادرة البيت الأبيض إلا رسالة إلى المعارضة بأن القادمة ليس بأفضل ترجمة نانسي قنقر